السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم التاتي مع دي الفيديو اللي نزلت لكم البارح نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة غدا نطيبو حدا للونجوستين هادو لقيتهم رخاصين واختيتهم غدا نسلقوهم غي دقيقة واحدة فقط لا بغيتوا تزيدوا ليهم شي يعني ورقة تسيدنا موساء او شي حاجة اخرى ممكن انا يبغيتهم يبقى وغي هكذا انا غنرافقهم بسلطاتي ان شاء الله نعندو زوباش غدا نوجدو واحد طاجين اللي كيجي لديد لديد بساف كيجي الماضق ديالو مختلف يعني كيجي حلو فيه واحد على طيبة الحلول احلاوه انا استعملت التومى والقصبر اه بالنسبة للسامك استعملت لالوت واستعملت هنا عاصير الحامض الملحة كتبقى على حسب الطوق وحتى الكيمية ديالتوابين كتبقى على حسب الكمية ديالالحوت اللي عندكم اه هنا استعملت شوية ديالكوركو شوية ديالتحميرة اللي احطر اني كنقلل شوية من التوابل انا هاد الحوت كيجي لديد لديد بزاف اه هاد التوابل هادي تقدروا تستعملوها مع اي سامك اللي بيض اهنا استعملت شوية ديالفلفل حارة وغدا نحكو حد طريف ديال زنجبيل هاد تتبيلا ولا هاد طويجين هاد اه لتغيير يعني اه باش تغيروا واحد شوية نفس التوابل كيجي وحتى مع الجاج البلدي مع الجاج البلدي تقدر تزيدو ليه واحد شوية ديالزبيب اه انا في صراحة كنت غنزيد الزبيب ولكن ما عوني ولدي صغير في الكوزينة يعني عوني من قاتل زيت الله يرضي عليك ولدي اه يعني قلي يا سبيزا غد زيدي الزبيب صافي وانا مزدوش اه اه مزدوش الزبيب واخرا كينا طاجين بسفيوي اه بالبصلة والزبيب يعني كيجي مع الاسماك البيضة بحال هكا حسد شينار ونشاركو معكم بالطريقة ديالي بالسمان والقرفة ففي هنا غنخلي اه الحوت ديالي يشرب وغندوز للطويجين ديال الطين غدا نزيد هنا زيت الزيتون من بعد غدا نخطو حد شوية ديال آم البورو والبصلة بالزايد غدا ندير هالتاجين هدا غدا ندير كل شي طيب في المرة وهنا غنزيد اه والتحت نخيزو كيت لق الماء وما كيت لسقش نقدر رشو حد الرشة خفيفة ديال الخرقم البلدي نقدر نزيد واحد شوية ديال زعفران شعرة انا في طرح اغين سيتو سيتو ما ضفتوش سا هو كيجي مع هالطويجين وهنا شوية ديال توما رشيت واحد شوية ديال توما وكي طيب على المهل هدا هدا ما ما تسرعوش عليه يعني لكن حد تكون من فاخر فهدا افضل ولكن اللي طيبتو على النار حاولوا ما امكن انا كنت نقصو عليه البوطة وهدا بلا ما نحتاجون طيبه يعني السلسة عاد نضيفه اه الحوت استعملت هنا طريفات كبارين شوية اه معا غي البصلة وما طيشات وضغية كل شي كي ياخد تقريبا نفس القياس في الطاهي اغدا نقص عليه نقص عليه البوطة وخلي سويطة بالمهل جلديد الديد الديد بزف زف زف فان اروع ما يكون تمنى ان شاء الله حتى هو تجربوه باش نبدله شوية من الفلفلات طاجين ديال الفلفلات بالحوت ففي الزيتون اه قبل ما نبدأ الاكل الصحي انا دائما كاقلب على الماضاق يعجبني لزاف الماكلة تكون بنينة ولديدة ونستعمل يعني مواد اللي تكون اه كاليتي اقدر مثلا تسمح ما نشريش مثلا شي حاجة وناخد شي حاجة وناخد مثلا المواد اللي كنتقدر ناخدها من زيانة سافي هنا غدا نستعمل خيزو محكوك ضفتو من الفوق اه باش كل شي غدي ياخد يعني اه من اللي غنحكوها كده ضغية غدي طيب لينا ضغية غدي طيب ومن اللي غدا نخليوها اه واحد الحاجة مهمة هي من اللي يقرب اي طيب لينا الطاجين صافي تقريبا كي طيب كنزولو ذاك الغيطة وكنخليو بحلك يتجمر واحد شوية على البوطة هنا زيت الحامض لمصير صافي وغنطي هي طيب غندوزو باش نحضروا واحد النوع من شربة دي السمك يعني مستوحات من الطبخ الاسيوي ولكن مهم بالطريقة ديالي هنا استعملت البورو من بعد خليته يتشحر واحد شوية هدي هدي بالمكونات اللي استعملت اليومه كيديروا فيها دجاج هنا غنستعمل غي غيب الكروبت هنا عندي اه القرعة وخيزو مقطعين بهالطريقة هدي ولدي صغر لقطعهم قطعهم غيب الموس صافي وهنا غدا نحكها كالسنجبيل ورق الرند وواحد البيتيز درتان نسيت الملحة حتى الاخر حتى ادن عده عدق هولدي صغير ويقول لي نسيتي الملحة ماما صافي كانو مرقو بالماء يعني من الافضل يكون سخون بصراحة الماء دغية كتوجد هاد هاد الشربة هدي وفلفل حارة وضفت حتى وحد العريش ديال ترخون باش كي ينسمها ليه ولا ممكن تستغنوا عليه يعني ماشي ضروري صافي بالنسبة لشامبينيون تقدروا يعني تضيفوهم من الاول بغيتهم يبقوا شوية كروكون حتى اطلعت لي الغلية يعني مزيان حتى الغلية عد اضفتهم غدا نخليهم تقريبا غيشي خمسة دقايق هاكتاك صافي ضغية كتوجد يعني عشرة دقايق ها هي وجدات هاد الشربة هادي في ها غيغ كترة تقطع عصافي هنا ام عندي الكوركوم انا استعملت وغي على ود اللون عما وف صراحة ممكنش فلا غوسيت ووزت هانا شوية ديال فلفل حارة يلا عندكم الهريسة حتى هي كتجي الفلفل حارة حتى هي كتجي واحد اعطي واحد لده آآ زوينة بزاف وهنا شعرية الصينية الى بغيته تقدروا يعني غيكة تتلق هاكده وتقطعوها بالمقص انا اللي غدا نخليها هاكدك مش هي مشكل غيكة تلقوها عادتان يعني كنا نقطعها بالمقص هاد النهار هاد بغينا نخليها هاكده يعني راني هاد الطبلة هادي ديال آآ يعني هاد الشي اللي وجده وجده بمساعدة ديالولدي الصغير يعني حتى هو شحل من حاجة كنت غن ديرها ومدرتاش يعني حتى هو اسئل عنا حتى هو ذو وقت تبارك الله عليه من صغر ديالو نوك فيما تيقولي يا صافي خليها هادك ندير لي خاطره من بعد انتو ما اللي بغيتو ربتو تقطعوها قطعوها آآ سافي وغنزيد هنيا حتى في ادي آخر لحظة يعني سافيره شربه ديالي وجدات انا نقص عليها البوطة نقص عليها البوطة غنزيد دابا هاد القيمرون وغنزيد الحامض وولا لمولاتين نسيت الملحة حتى هالفطور عاد زدتها عادتها وعود رجعتها سخنات باش تشرب شوية ديال الملحة وعاد عود تقدمتها هنيا غدا زدت شوية ديال القصبر سبحان لي ميسها يعني مني كان كنو حنت هاد الفطور وجدناهم عطلين وموهم حمدلله لي كان ولدي عاوني حتى ولدي الكبير عاوننا فالاخر دغي دغي وجدنا يعني سبحان الله فوحد الوقت قياتي كم كوال العوين مزيان بزيف هنيا عندي هاد السفة اما كتعجب بزيف وليداتي مره مره كنت قندير هاليوم مني كيتشهاوها اه خلطها مع اه مع اه يعني لك خوفات وفايت مني تشاركتها معاكم جحن من مره انا قدمتها على شكل سالات سافي وزينتها به هادوك اللي لونغوستين وهنا هاد اه بالنسبة العاصير العاصير لي وجده ولدي كبير كي جلديد بزيف 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 فيه اه البمبلوموس وعاصير البرتقال وصافي وغي هادا كريب بغي يعني بحلوه الماسد مع مع النعناع والحامض سافي وبالنسبة هاد السلصات يعني سلصة البيضاء والخضراء والصفراء اه تشاركتها معاكم فاش وجدت هادا كالطبق ديال الساغدين نفس السلصة تماما وبالنسبة هاد المنقوب اللي ديال الفول اه حضرت وحته وفيت تشاركته معاكم يعني ما بغيتش نطو الفيديو بلا فيضاء انخليكم الروابط ان شاء الله كلها اسفل الفيديو عمرت بهم هاد طماطم هادي المشكلة اللي بهاد يعني بالالوان دبا الوقيت هاد الوقيته هاد الوقيته ما شاء الله الخضراء قتكون موجودة وهنا بالنسبة لهاده اللي بحلش كل سلصات بحلش كل سلاطة عفون ديال الباربة وديال اه 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 هنا هي الشربة وجدات زينتها هكذا بليك خبات من الفوق سوف تقدر تضيدو شفية ديال القصبر و المعدنوس من الفوق و لغي القصبر هكذا لتزين ها هو الطواجين حتى هو كيف شجاجة جلديد انا حمق على الطواجن انا جلديدة بزاف بالنسبة للسلطات اللي قدمناهم هكذا في ذوك الكويسات هادو كغي البربا يعني اطحنها ولدي بها ديك الطريقة هكاك بحل شكل لاناج كاليا و زدنا عليها احنا شوية ديال زدت عليها انا شوية ديال مزهر و شوية ديال مليحة و لو بغيتو تقدر تضيدو حتى السكر انا ما زدتش السكر زدت غي عسير البرتوقال غيشي شوية صافي و حضرت به حضرت يعني الخيار والبربا و حتى خيزو يعني كيجيوا في واحد المنظر زوين و كيجيوا يعني لدادين و صحيين جي حاجة بسيطة جدا و سبحان الله كتجي لديدة وبالنسبة اللي نامتها هما متشاركتهمش معاكم لاني استعملت نفس الحشوة اللي استعملتها في واحد المسمنة يعني فانخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل فيديو يعني فيا غي الخضراء و شارية صينية صافي وبالنسبة لطبق ديال السمك حتى هوتشاركتو معاكم في الفيديو السابق و هدوك اللي لونجوستين بقيت غي كننزين بيهم ما طيبتهم انا بحتشي حاجة لانا لانا كيني نسترلسات بش غادي تكالو غي هو ضرور يعني كنخليهم غي هكذا كغي دقيقة ما نفوتو هاش يعني باش كيبقى و رطبين بحل زبدة غي كتطلع الغليا صافي نطفو عليهم و نصفيهم و نخليهم يبردو سبنا ان شاء الله يكون الفيديو دياليوم نال اعجاب ديالكم و تجربوا الوصفات و تجاوبوني ان شاء الله تردوا علي الخبار كيف العادة و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائه السلام عليكم و رحمة الله